موسيقى صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت الحدثان اللدان اختتمان نهاية الأسبوع هما تظاهرة المجتمع المدني الحاشدة في وسط العاصمة بيروت ومبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس نبيه بره من النبطية وتسبقان عنوانين بارزين هذا الأسبوع هما كيفية معالجة الحكومة لملف النفايات والتحرك العوني المفترض يوم الجمعة المقبل هذه العنوين وغيرا نتابعها اليوم مباشرة من الاستيديو مع النائب الأستاذ مروان إحمادي عضو اللقاء الديمقراطي صباح الخير مع للوزير صباح الخير استرسل من واحد مقدمة ساحة بالنبطية مليئة بالحشود الرئيس بره يخطب وساحة من يومين برياض الصلح وساحة الشهداء أيضا مليئة بالحشود من المجتمع المدني شو بتقول عن المشهدين؟ يعني فيه بالمشهدين رمزية خاصة نعم أولا أنه مع جزء كبير من اللبنانيين والجزء الأكبر نحن منهم طفح الكيل من هذه الإدارة للنظام السياسي مش من النظام السياسي هذه الإدارة للنظام السياسي وما جرى في ساحة الشهداء لن أتحدث عن رياض الصلاح نعم وأكثر من صرخة وأقل من انتفاضة أكثر من صرخة لأنه يمكن اللي عم بيصرخوا مش البضعة آلاف اللي كانوا هونيك واللي بحب لاحظ هون أنه كانوا أقل من اللي جمعونا الرئيس بري في النبطية فكمان نعم ما حدا يعني يغلط بالمشاهد مشاهد الأحجام اللبنانية وأقل من انتفاضة لأنه معظم الجمهور هو جمهور متنوع جمهور من كل الطبقات جمهور ملون ذكرني بحدود أصغر بكتير بـ 14 أذار 2005 نعم وجمهور عم بيصرخ وجع إلى جانب هؤلاء في بضع ميني رموز لحركات بالية لمنطق مر عليه مش بس الزمن مر عليه زمن من وقت انهيار الاتحاد السوفيتي من اللي جربوا حظهم بالربيع العربي ويمكن هني أطلقوا الربيع ونزعوا بنفس الوقت من هون تحذير استاذ وليد جملاط لهذا الجمهور انه صرخة مشروعة بمكانة في زمانة بس بدى درس بدقة كل اللي عملوا أو أطلقوا نفس الصرخة بمصر هن اليوم بالسجون بعد ما عبروا بالسجون محمد مرسي أرثوا في سجون عبد الفتاح السيس أيوة وتسكر التليفزيونات فحذار من هذه يعني الصبيانية في تصور اننا نستطيع اننا نستطيع ان نقود جماهير في بلد كتب عنه اليوم الاستاذ طلال السلمان صح انه نظامه اكبر من البلد اقوى من البلد اقوى نظام مش ممكن اسقاط لانه البلد هو نظام هو نظام نظام بمعنى انه صيغة ومن كان يطالب باسقاط النظام يوم سبت كان لازم يطلع وبإصرار وما يطلع من الساحة الا بمطالب التطبيق الدستور تطبيق النظام تطبيق الصيغة العشر مواد اللي بيشكلوا مدخل مقدمة الدستور اللبناني بيصلحوا تيكونوا مثال للعالم العربي كله حتى ما نقول للعالم هاي دي المواد اللي سحرت الباتيكان اللي عجبت المعتدلين المسلمين هاي دي اللي بيجتمعوا حواليا اما الباقي يعني كلنا مرينا بهذه المحطات من اليسارية البديهية الاولية اللي اللي طرق عليها ثلاث أشخاص واحد كان رح يفلس قطاع الاتصالات بلبنان بدل ما يجوا بدل ما عم بيجوا مع بطوص حرب التحويلات ونلازم يروحوا للبلد للبلديات والتاني لو مطالبه مشيت كنا هلأ ما عم نتظاهر ضد النفايات عم نتظاهر متل ما صار بدواليب المرحوم الرئيس عمر كرامي عم ركرامي على انهيار الليرة نعم لو مشينا بمطالب هذا الشخص هاو دي اللي عم بيجربوا يعبوا ساحة لا الساحة إلن ولا هذا الجمهور إلن فما حدا يخطئ بالتقدير نعم ما قلت أنا انه الرئيس بري مبارح أمام جمهوره بمناسبة هي مناسبة يعني وطنية وطنية كبيرة نعم غياب الإمام موسى الصدر لأنه من صرخات تلك الزمان كمان جنبلات والحركة الوطنية وموسى الصدر وحركة المحرومين هي الصرخات اللي اللي يمكن قومت الشعب اللبناني ولم تقعده وقدت للأسف لأنه ما صار فيه درس بالدقة لا لما قالت إليه نظرا لظروف إقليمية حركة كمان جنبلات ولا إلى ما أدت إليه لظروف إقليمية أخرى وقدت إلى مقتل الشخصين إلى اغتيال الشخصين من ناس مش متفقين بين بعضهم يمكن بس من الناس تفقوا على إلغاء رمزين فأنا بقول أنه هذه صرخة أكتر من صرخة أقل من انتفاضة نعم المرور الإلزامي ليس لا بحرق السراي ولا بتدمير سحة النجمة المرور الإلزامي هو عبر تحريك السراي وتفعيله تطبيق الدستور وتطبيق الدستور وكل ذلك يبدأ بانتخاب رئيس الزعب بالحديث عن الرئيس نبيه بري رح نبدأ الحلقة وبدأناها ولكن بكاريكاتير لأرماع حمسي بالنهار تحت عنوان بري يدعو إلى الحوار رسم الرئيس بري حامل ليفتي هاشتاك منصور الطاولة جلس إليها أشخاص مع هاشتاك كلمة عالطاولة وكان بده بعد يا شباب شو قلتلك بري قاد فرقة مكافحة الشغب السياسي شاف أنه الشغب الشارع رح يفلط باتجاهات لن تؤدي إلى شيء ورح تخرب إلى الفوضى كان ممكن يقرب وسط بيروت كان ممكن تقع مشكلة بين المندسين والمتظاهرين كان ممكن تتطور إلى مشكلة مذهبية وهي الظروف الإقليمية مهيئة لذلك إجا الأستاذ نبيه سحب أرنب الحوار من قبعة النظام السياسي والمجلس النيابي نعم سحبوا مش المرة الأولى مش أول مرة مش أول مرة نعم مش أول مرة سحبوا بذكة وبتوقيت وبتحضير ما حدا يفتكر أنه الموافقات اللي جايتنا اليوم عبكرة من الرئيس الحريري من الرئيس سلام من أستاذ وليد جملا كتائب أيضا والكتائب على الطريق لو وقت عم تدرس الوضع دكتور جعجع عم يدرس الوضع ومش العون ملبك بالمظاهر عنده نهار الجمعة أبدا عنده نهار الجمعة وبعدين اللي بدوا يروح على الحوار هلأ أحتاروا بيروح العماد أو بيروح الصهر لا هلأ صار رئيس التيار صار الصهر اه فبالنتيجة أظن أنه حتى إلغاء اليوم القمة الروحية الروحية بالنشر اسمات له لأسباب مجهولة لا لأسباب معروفة أنها هنبرح نبيه بمبادرته ما ما بدنا نكون سلبين ولكن أيضا قد هدى المبادرة هدى طريق على الشارع أنها أنها مش بسلبية أنها انه نزع القصة أنه القصة الواقعة مش قصة طواقف بين بعضها مش الطواقف متفقى أنه تترك الزبالي وهلأ بده اتقرر تشيل الزبالي لا القمة كانت لتفادي انتداد الأزمة من الشارع معين إلى الطوائف إلى حرب أهلية جديدة كنت عم بسأل عن الشارع يخفف من زخم الشارع مع طرح الرئيس بري اليوم في هذا التوقيع إذا في تقصير مستمر للحكومة في معالجة الملف الأساسي نفايات واستطراضاً لأنه الملفين اللي وجعوا وفجروا ملفات كتيري وأنا بقول أنه الملفات تعود إلى 2006 و2007 إلى السلاح الذي منع قيام الدولة وممارستها مسؤوليتها بس ما بدي أرجع له المحل هلأ بدي أرجع له بالآخر مش بآخر الحلقة اللي بدي أقوله أنه إذا الحكومة ما عالجت وتبين اليوم أنه توسيع لجنة النفايات إلى 11 وزير لأنه الرئيس سلام وعد الرئيس بري أنه ما بيجمع الحكومة هلأ حتى ما يستثير حساسيات ميشيل عون وحزب الله نيح بس بدي يحل هذا الملف تحل هذا الملف موسع اللجنة جابهم كلهم كلهم بالتفصيل الكبير اللي بيمثل كتلة كبيرة أو اللي جاي عن الأرمن وعن كذا وهذا جابهم باجتماع موسع للجنة مطلوب بنا هيدا تحل النفايات لماذا 11؟ لأنه التوزيع بده يكون بالتساوي بين المناطق ما فينا نفرض على عكار وحدة تحمل مثل ما قدرنا نستمر بتحميل الشوف علي بالنعمة وحدة بده يكون في توسيع الكل لازم يحمل كل لازم يحمل ويحمل بانتظار الحل الفن التقني المنطقي اللازم يجي نعم ذكرت عن مبادرة الرئيس بيري أنه هذه كانت محضرة وأخذت الكثير من النقاش اليوم صحيفة المستقبل تقول تحت عنوان الحريري يلاقي بيري الرئاسة مدخل سليم للحوار أنه أيضا الربط بعد 24 ساعة على التظاهر واليوم قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة اللي حددها المتظاهرين للحكومة يهي استقيد للوزير وزير البيئة ومحاسبة الوزير نهاد المشنوق شوفوا شو بدنا نعمل موضوع النفايات والكهرباء تقول أنه دخلت البلاد بمنعطف جديد ما أعلان الرئيس بري لهذه المبادرة الرئيس الحريري لقاه النائف جنبلات رحب مبدئيا باقي الأطراف يعني على الطريق وفي عشر تيام مش بعيد الموضوع شوف كتير مهم نعطي هذه الحلقة أهميتها نعم يعني إذا بدنا أن نقول أنه سيد حسن والرئيس الحريري خارج الطاولة واحد لأنه لأسباب اثنينتهم لأسباب أمنية مش رئيس كتلة مش مهم هنه رؤسة كلة الحزب والكتلة وأنه لعماد عون ما رح يكون لأنه صار في رئيس حزب جديد ورئيس جميل سلم ابنه لأنه نائب جميل وأنه كذا يعني طاولة الحوار قد تكون فرصة قد تكون فرصة أنا عم بحكي من عندي لأحييت مع حدا نعم من نبارح أنه يرجع الرئيس الحريري ونحن بحاجة إله بلد بحاجة إله أيها يجي أنا بذكر هون وحبيت ذكر لأنه أنا عم بشوف مشهد سحة الشهداء والتنبارح قلت أولا قسم كبير من هؤلاء استفادوا من رفيق الحريري ومن تقديماته التربوي والصحي والاجتماعي وفرص العمل مشروع مشروع وطلعت قلت العدد اللي هون ما بيوازي خمس عدد الناس اللي استفادت من منح رفيق الحريري ف بعض الشعرات اللي مش الجمهور حملها اللي جايبينها كم جمعية حاقبة حضرة نعم وحاولت تاخد بطريقة الصالح بعزة طالح في نواب فاسدين في وزراء ما عم بيقوموا بشغلهم في هالشي في إدارة بدأت تجليس بس في حالة أزمة وفي ناس بعدهم مناح وفي ناس لازم يجوا محل ناس مش بالانقلاب العسكري لأنه ما رح يقدروا يجوا ولا بالثورة المسلحة ما بيقدروا يجوا عبر الممر الإلزامي أن يجتمع مجلس النواب ويقر قانون للانتخاب ينتخب رئيس جمهورية تتشكل حكومة وتصهر على انتخابات حرة في البلد لما بقول حرة لابد من تحييد ما عم بقول نزع لأنه بعرف أني ما بكون واقعي تحييد السلاح عن الساحة كل الناس بتقول تحييد المال ما عد في مال كل الناس تفرض بالبلد اللي معه مصاري ما عد معه مصاري وكلنا شو شو يود على ذلك أنا أنت بيقى إلى جريدي صلى ثلاثة شهر مش نفع معاشات نياه الوضع ككل تابع على شركات إعلانات لتجار ما قادرين يحطوا إعلان البلد بحالة بحالة اختناق بدك ترجع تفتح له الأكسجان الأكسجان السياسي هو اللي بيجيب أكسجان البزنس العمل فرصة العمل و بيريح هذا الشارع اللي نزل هو بيحل قصة النفايات هو بيحل قصة الكهرباء قصة الكهرباء فيه مسؤول واضح عن الأزمة الخانقة اللي احنا فيها تسمى بالمظاهرة ما بدي اليوم نعم جاي من حوار هاجم حدا نعم نعم بس بدي أقول أنه ما فيك تاخد الصالح بعض الطالح وبعدين من مشاهدتي عم تكون كتير صريح نعم وأنا ما عندي أقد ظلمي مرأت بحياتي بيه مراحل طويلة عريضة صح عريضة ناضلت بالشارع أكثر من هؤلاء بالإدارة بالشارع نعم وحطيت دم في محلات تانية اللي بدي أقوله أنه مشهد من يدعي قيادة هذا الجمهور وأنا بقول هذا الجمهور ليس لهؤلاء القادي هذا جمهور لبناني أصيل يبحث عن قياده حيث تخلت قوة 14 أذار وتباني أذار عن قيادته الحكيمة والرشيدة تخلت نعم فارطعوا روحوا عملوا مجلس وطني عملوا مجلس وطني الشباب نعم بس وين مجلس الوطني تبع الأحزاب ليش بطلوا اجتمام بعد ذلك 14 أذار دي أنه لتهت تحمل سمير فرنجي وفارس سعيد هؤلاء الفدائيين نعم عملوا مجلس وطني عملوا مجلس وطني مثل الترباع لمجلس وطني كان بالمزار نظبوط يا ملأ يا خنمان طيب فهيدا المناخ مش مناخ بعض التافهين اللي شفتهم على التليفزيونات هاليومان طلع هيا ما حدا مدفئ مع التاني ما حدا عنده مشروع وما حدا عنده النضوج الكافي تايقود جمهور نعم يعني أنا بتذكر قيادات الحزب الشيوعي منظمة العمل الشيوعي الكتائب القوات الكذا ب الجيل الشباب عندهم عم بحكيك بلعشرين ثلاثين سنة نعم غير هالجيل هيدا أو غير هؤلاء الذين يدعون اللي بيحترمون اللي نزلوا متل ما نزلوا بـ 14 أذار مع أولادون حاملين نوع ظهرون النسوان أكتر من الرجال والمظاهرة أيوة لأنه الوجع بالبيت أولا نعم مع الولد اللي ما عم بيتعلم مع الصبي اللي ما عم بيقدر يتطبب مع الزبالي اللي ما عم بتنلم مع الكهرباء اللي ما عم بتطبب شاكدري نعم بالبيت بلا كهرباء فالاحترام كل الاحترام لهذا الجمهور والحذر كل الحذر ممن سيحاول استغلال هذا الجمهور لغير الغرض الشريف اللي نزل من أجله إلى سحة الشهداء ذكرت موضوع رئيس الجمهورية وأيضا أنه موضوع رئيس الجمهورية هو مفتاح للحل الكل يؤكد على هذا الامر ولكن بغياب رئيس الجمهورية اليوم دعا الرئيس بر الى هذه الضاولة له دور مزدوج الرئيس بر اليوم يتحمل يعني فتح الحوار و بغياب رئيس الجمهورية سلمان حتى تعامل رئيس الجمهورية بدك يجتمع المجلس في فريق قام يمنع اجتمع المجلس بل كagnerب الحوار يقنعوا الرئيس بالرواق الخارج منه بأنه تعوى على المجلس بنفس الوقت هذه الحكومة بالأساس نعملت وانا هم بحكي كمان بلعقد لأنه صوت ضدها انا صوت ضد هذه الحكومة شفتها انه بكل ودي عصى ما رح يطلع منها الشيء بس هي انا بقول اليوم ضرورة ان تبقى حتى يضل الجسر الصغير بالشرعية بين الفراغ الكامل وبين رئاسة الجمهورية لما بتصير رئاسة الجمهورية لما بتصير رئاسة الجمهورية بغري بكون فيه قانون انتخاب وانتخابات ليابية وحكومة تشرف على هذه الانتخابات وساعتها النظام يصبح قابل للتطوير عبر الممرات الملزمة اللي هي الشعب مصدر السلطات والسلطة اللي هو مجلس النوع فيه كلمة للشعب حيكون يعني عبي طالب يكون قلهم كلمة بأي تغيير حالي الكلمة بتجي بالانتخابات النيابية بالانتخابات النيابية على كالحال أنه أبو وليد جنبلاط عبر صاحبة السفير رحب ترحيب كبير بين دعوة الرئيس برق لهذه الطاولة للحوار بالخروج من هذه المآل وكان على علم بها وكان من المشاجعين لها فيه دور كان أيضا في هذا العمل وكان الرئيس الحريري على علم بها منذ أيام عندما أطلع الأستاذ نادر الحريري على هذه المبادرة من ثلاثة أربعة أيام قبل المظاهرة هذه المعالجة بدأت قبل المظاهرة وهي نتيجة مش التظاهر نتيجة هذا المأزق اللي وصلت له الحكومة عدم اجتماع المجلس وتدني الخدمات نعم رح نتابع معك معالي الوزير بهذا الموضوع وأيضا بعض الملاحظات حول الشارع وأهميته في هذه المرحلة تحديدا بعد التوقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع النائب مرواني حمادي عضو اللقاء الديمقراطي مع الوزير ذكرنا موضوع رئيس الجمهوري اليوم الزميلة رندة تقيدين بالحياة تقول أن أوساط فرنسية مسؤولة بالعاصم الفرنسية أنه إذا كان لدى طهران نية ورغبة بترجمة الاتفاق النووي يلي عقد مؤخرا لبنان هو الموضوع الأسهل لاختبار هذه العلاقة الفرنسية وبالتالي عبر موضوع تسهيل أو المناقشي أو طرح نية لانتخاب رئيس الجمهورية في نية ممكن عزيزي سلمان في نية بس توقيت النية وترجمة هذا التوقيت هي لبعضها بعدها موضع افتراق بين القوى المعنية بالملف اللبناني يعني في قوى كبرى غير فرنسا ترى أن الملف السوري له الأولوي ولابد من وضعه على السكة هلا وفي محاولات رغم كل هالتراجيديا الكبيرة هالمأساة الهائلة الشعب السوري ويمكن يمكن منظر ومشهد هؤلاء الشهداء للثورة السورية اللي عم بيغرقوا بالبحر أو عم بيموتوا في طيس بالكاميونات هاو يمكن يحركوا الرأي العام الدولي أكتر من ضحايا التبجيرات والقصف طبع بشار الأسد يمكن إيران مش أول مرة فرنسا تحاول مع إيران أنه أن تحرك قضية رئاسة لبنان مرة واثنين وثلاثة وفي دايما موفدين فرنسيين بيروحوا ع طهران مش من اليوم من أيام بدايات هولاند نهايات ساركوزي ببالفات أخرى نحكي بعد الاتفاق كأنه في شيء إجابي فرنسا تقول أنه ترجمة الاتفاق بأول حسنية بيكون تسهيل انتخاب رئيس في لبنان شعوره هو أنه طهران ما بده بعد تسهل رئيس في لبنان طالما مش عارفي مين الرئيس بسوريا عارفي أنه بشار الأسد رايح بس بده رئيس لها في حصة ومطمئنة إله أيام فيه إعادة توزيع قوة حسب ما الميدان عم بيعطي وما التوازنات الدولية عم بيعطي اليوم إذا بتاخد مبادرة الرئيس بره انتخاب الرئيس مش الموضوع الوحيد اللي حاطه عاطي كل فريق الموضوع اللي بهمه هلأ انتخاب الرئيس هو موضوع نظريا بهم كل الناس والمسيحيين قبل المسلمين لأنه هذا هو آخر رئيس آخر رئيس مسيحي أو أول رئيس أو الوحيد في العالم العربي ولابد أن ينتخب رئيس مسيحي للبنان بس فيه مسيحيين ما بدهوا انتخاب رئيس إلا هنه فهيدي الأقد الأولى بالحوار العقد الثاني القوي يمثل الشارع العقد الثاني هو التوازن في قانون الانتخاب كنا وصلنا من سنة ونص إلى تفاهم على قانون الانتخاب بين حركة أمل والحزب الاشتراكي والمستقبل مع موافقة القوات اذا بتذكر كان الأستاذ جورج عدوان عم بيلعب دور معين وعده مع الطيار وعلى أساس أنه هيدا بيمشي وكانت النسبي نسبة 68 نائب بالنظام الأكثر 60 نائب بالنظام النسبي مما يعطي تمثيل أفضل نفس الوقت ما بيخلي طائفة معينة تطغى على الطواقف الأخرى هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي حاطتها هو الحكومة وقالية الحكومة بتصور أنه هون كمان تطبيق الدستور هو الأساس مجرد ما نطلع من الدستور بنا نعلق بنا نعلق نقطة الرابعة لطالبة بري من النقاط دعم الجيش وهيدا فيه يعني حض للقوة الصديقة والشقيقة أنه استمروا في دعم الجيش والمؤسسة دعم الجيش بسليح وكذا والجيش أنا هون بدي أقول أنه الجيش عم بيتصرف بشكل معقول ونيح اللي مفتنا بمغامرة تغيير العماد قهوجي هلا أيوة وقوة الأمن أبدت نهار السبت مهارة في حماية المظاهرة الشعبية وهي كأنه هي جزء من المظاهرة ثم من اعتدى على المظاهرة تحديدا نعم لما قطعوا الحاجز التاني وصفوا بدون يفوتوا بالصراي كمان أزعر لمتهم بدون لا جريح لا شغب ولا ماي ولا أرصاص ولا شيء وأنا تصلت بينه هذا المشنوق وهنيته على ذلك نعم هنيته على طريقة معالجة هذه المظاهرة بالتحديد اللي ذكرتني بالطريقة اللي عالش فيها ميشيل سليمان مظاهرة 14 أدهر نعم ممكننا نتذكر هذا المشهد مع الجيش عليك الحال بالليوء اليوم أشارت للبنود مبادرة الرئيس بري موضوع الانتخاب هي تقول حوار حول الهواجس المسيحي نعم حول استعادة الجنسية ما في خلافة ما في خلافة لها ما حدا نخايف إنه إذا إجا مليونين مسيحي وثلاثة ملايين مسيحي لجعوا نضموا للحضيرة اللبنانية أهلا وسهلا بالعكس الطابع المتنوع بلبنان بزيد وإذا في ناس مظلومين في القطاعات الإسلامية شيعة كانوا أمسنا أو مش معروف حتى هويتهم بيفوتوا أهلا وسهلا لأنه مع الوزير كان لبنان طول عمره مكون من هذا الشيء من هذا القليط نعم لأنه كان موضوع التشريع الضرورة كان في بندين ورافضيني شاركوا القوات والتيار إلا تبحثوا موضوع عنون لانتخاب موضوع الجنسي كأنه اليوم هذا الأمر وضع للنقاش تشريع الضرورة كان معمول لأمر يتعلق بالأمن المالي للبلد صح فقط لغاية نعم وعلى أساس وتبين هلأ أنه ما فيك تروح بقانون الانتخاب واسترجاع الجنسي دغري إلى المجلس عم بمرء الرئيس بري بمخرطة الحوار نعم تشريع الضرورة موجود القوانين في جزء من المراسيم الحكومية مرأتهم نعم في قوانين بدأ مجلس نعم هاي دي ضروري قبل آخر السنة نكون أقريناها لأنه كمان نحن بدنا نريح رياض سلامي ومصرف لبنان حتى ما نكون مثل ما قلتلك بدل ما نكون عم نتظهر عن النفايات عم نركض ورا ليردنا المتداوية البعض يأخذ مع الوزير على 14 أدار والمستقبل أنه بتلبوا الدعوات لطاولة الحوار بالآخر بتوصلوا لمحال يلي أنتو بتلبوه ما بتحقق بمعنى في حال عن جد تم نقاش كل هذه المواضيع وما نزلوا عم جلس النووي بنتخبه من 8 أدار شو بتكونوا عملتوا شوف ما مكونوا عملنا شي بتكون أثبتنا مرة أخرى أنه نحن أم الصبي بس بالنتيجة عم بيروح الصبي عم بيروح رح يروح أنا بهالمواضيع يمكن تميزت عن صديقي العمر وليد جمبلات وسعد الحريري نعم في القبول بهكذا حكومة وبهكذا حوار مع حزب الله وبهكذا فينا نقول ليوني مع 8 أزار وحزب الله في مواضيع كثيرة ورجع لتقات معهم في ضرورة الحوار لمنع الانفجار بالنتيجة نحن كلنا بنعرف واخدنا استقلصنا دروس الحرب الأهلية تانيا الحكومة ضرورة لو بتكره الـ 24 وزير ضرورة لازم يكونوا موجودين لحتى الانتخب رئيس جمهورية بعدين بيستقيلوله بيعمل استشارات بيشكل حكومة موقتة وانتفعنا على قانون الانتخاب بروا عن انتخابات ان شاء الله بيطلع طعم سياسي كامل جديد نعم نعم بس ما فينا نقفز إلى المجهول وهذا المجهول لن تستطيع لا بعض الجمعيات ولا بعض المظاهرات نعم أن تقفز بلبنان إليه نعم بدرجع لموضوع الرئاسي اليوم بشرق الأوسط في كلام أنه حيصير سيناريو سيسي كما صار بمصر وانا بيجي لحال وانا بيجي لحال أنه في بعد هذا الاتفاق وانا بنرجع لهذا الأمر أنه يكون لا بصراحة من يومين ثلاثة تتذكر صار فيه تداول تداول أنا بحكي الأمور بصراحة ووصل عندك وعلى أنه الجيش رح يخلي قوى الأمن تشتبك مع المتظاهرين صار فيه كلام هاكي شعاد نيح وينزل يلم الوضع بالآخر نيح ويكون هيدا معبر إلى رئاسة الجمهورية لقائد الجيش بحاجة الجيش اللي هكذا محطات صار بالقلمون وبالعارض والجنوب والجيش أنا برأيي حظية على احترام الجميع اكي بهذا التوازن نيح فارده وهذا الأمن اللي فارده منه بحاجة لي بس ما في شك أنه وزير الداخلية نائز لما قالوا له الجيش بساند بس وبالوقت المناسب وكذا نائز من تحتركيني واحد نعم بس أنا برفع برنات برجع مجددا لقوى الأمن الداخلي اللي فعلا هايدي فرقة مكافحة الشغل كانت رائعة وبهني من أسس لهذه القوى من ساهم بخلق فرع المعلومات واستشهد نعم من أجله وسام من حسن ومن يقوم بقيادته ولواء بصبوس ولواء أشرفيفي اللي ضل فترة طويلة الوزير بس أنا بحب تسميه اللواء نعم ونهاد لأنه برهنوا طلعوا من المأزق يمكن مطمئنين أنه الجيش موجود نعم وراه نعم بس طلعوا بلا الجيش نعم فالسيناريو اللي حاططها الشرق الأوسط زميلة عقولة بيذكروا فيها يعني ما بيذكروا فيها مثل ما إجا العماد سليمان لرئاسة الجمهورية يوم متى الجيش ترك سبعة أيار تصير خليكون أنا واضح نعم نحكي الأمور بغضوع كان الجيش ببيروت فجأة بخر الجيش من بيروت ورجع بعدين طل ببيروت بعد وقوع الواقعة نعم نعم ما بتصور أنه حدا بيقدر يوصل للرئاسة مجدداً بهذه الطريقة وما بتصور أنه العماد جون أهوجي بهذا الوارد نعم يعني العماد جون أهواجي عنده أوراق بلعبته للوصول إلى الرئاسي غير أنه خلي البلد تخرب ويلمع أنا هيدا رأيي أنا ما بحيتي صوت لعسكري للرئاسي ويرجع بأولى لا صوت لأميل لحول لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا ولا تمديدا ولا تجديدا ولا بالأصل ولا صوت لميشيل سليمان بعد الدوعة كنت من النواب التسعة اللي ما صوتوا مع الأستاذ غسان تويني وغيره فاللي بدي يقوله أنه مين مكان جون أهواجي رياض سلامي جون عباد بطرس حرب روبير غاني عم بتعد برات الأربعة كل العد برات الأربعة النادي الأربعة الكبار يلا وقتا خير ما في حدا كبير وحدا صغير أنا ما بدي أحكي ما بدي أرجع أفتح النقاش بعد بس العماد العون هو حاطت حاله حاطت حاله برا بهذه الطريقة بصار أولا صار فريق فريق وفريق بشراسي هلأ الجمعة يحط حاله جوا رح ينزل على الشارع أنا برأيي يروح على الطاولة أحسن ما ينزل على الشارع على الطاولة بدل الشارع لكن حل بدأنا بالكاريكاتير هيك أنا بضل مع الطاولة بدل الشارع بكل المناسبات صوصا في دوق تجربة لبنان السابق مع الوزير ذكرت محطة سبع أيار فعلا اليوم كان في كلام أنه يلي ما صار بسبع أيار اسقاط نظام وغيره مع أنه صار كتير كان ممكن اليوم نحنا على الطريق بهذا الأمر؟ أولا تعرف أنا سريع الاتهام لحزب الله لأنه صفتهم حمر معي من محاولة الاغتيال إلى يعني اتهام بقصص طويلة تعلق بشهداء ثورة الأرض إلى السلاح والتسلح إلى الحرب بسوريا إلى كذا يعني خلاف عميق جدا ولكن حزب الله ما شارك بهذه المظاهرة وبالتالي من اللحظة الأولى كان ظاهر أنه حزب الله مش دافع إلى سبع أيار حتى نكون صريحا وتراجعت العنوين اللي كانت الأول أولا لو حزب الله فات بهذه المظاهرة كانت المظاهرة غير شكل كانت فقدت سفتها المدنيين لونة تبع ساحة الشهداء وكانت يمكن نحصر وصفة بما جرح على ساحة رياض الصلاة هادي أقرب لوسائل حزب الله بس كمان حزب الله ما مننسى أنه نحن قعدنا بالسراي مع الرئيس فؤاد السانيور السنة ونص محاصرين من حزب الله والأحزاب الزغيري حاول مرة أنه يقرب صوب السراي بس يومتها مش الأربعين عسكري اللي كانوا بالسراية ما في شك عينات فؤاد السانيورة ووجه له التحية فيها ووقفت الله يرحمه الملك عبد الله ومفت الجمهورية أنا ذاك مع أنه كنا على خصام معه سياسيا همد رشيد قباني بدي أقول الأمور مثل ما هي نعم اللي حذر من فتنة مذهبية إذا حداً بيدعث دعثي باتجاه السراي هون معت حداً عمش صرخوا قد ما بدون عملوا قد بدون وعملنا المحكمة الدولية هون مع الوزير أخدتني هون عن نقطة وعا السريع ليش قدام السراي ممنوع قدام مجلس النواب إني عبيطالبوا بإسقاط الجميع النواب كلهم فاسدين مع الوزراء تمام سلام الحكومة مجلس دولة بحد أجاب سيرته لأنه السراي في خطورة النيوانس المذهبين مجلس النواب مظبوط رئيسه نبيه بره بس مجلس النواب مؤلف من 128 من كل الناس إني ما بدون الكل ما بدون الكل وسبوا الكل وعملوا الكل حطوهم بنفس الهيدا بس بالنتيجة هود ال 128 نايد يمكن ما يرجع حداً منهم مرة الجاة إني ويمكن يجي نصهم يمكن يجي تلتهم ما بتقدر مظاهرة يمكن هالمظاهرة كلها ما تقدر بطلع مختار أيوة بيني وبينك يعني موكرة بس ناضي اللي بين على تنوعها صح ديح لو مظاهرة بتصوت محل واحد بطلع بس هاي دي مظاهرة من كل وادي عصى فاللي بدي أقوله إنه مجلس النواب بالنسبة للرئيس بره وبالنسبة للنظام اللبناني والصرايا أمور ما بينمزح فيها نحن منعنا تذكر هاي دي سلمان 14 أذار كنا بدنا نكفي على بعبدة كنا بدنا نشيل أميل لحود المغتصي بسلطة بالتمديد مش عم بقوله لولنا أنتو مغتصبين السلطة بالتمديد ايه ايه اولاً كتار من اللي عم بقوله كانوا نواب بالتمديد على مدى عشرين سنة منهن كانوا زملاء لنا بالمجلس منهن كانوا أقطاب بهذا المجلس عشرين سنة مددوا لحاله وانتخبوا خمس رؤسة جمهورية ايوان أنا ما بقول أبداً بدنا هيك بدنا ننتخب رئيس وروع بيتنا بس ننتخب رئيس مش نترك البلد في يد إكس إكس لعلك الحال صحيفة النهار اليوم تقول أنه الرئيس تمام سلام بش موارد أبداً تجميد عمل حكومة ولا عمل حكومة لا تجمير ولا استقالة ولا والرئيس بر نبارح بموضوع مجلس حاجة وطنية قال له نهاية لا قال له نهاية دي جريمة الجرائم إذا بتدقوا في المجلس علاك الحال متظهري إذا بدوا انتحقيق المطالب بدك حدا يشتغل بالآخر بدك حكومة تعمل نفايات وكهرباء وغيره يا أخي يخلوا يضغطوا وينزلوا يطالبوا بتطبيق الدستور وانتخاب رئيس نعم نعم غيروا بالشعرات وكانت أولوية انتخاب رئيس النفايات ضرورة الكهرباء ضرورة أكتر نعم بس انتخاب الرئيس هو مفتاح حل الأمور واحدة ورد تاني انتظام عمل المؤسسات أيضا نتوقف نحن وياك مع الوزير والمشاهدين مع استراحة ونتابع بعد كلام بيروت في القسم الأخير نتابع معكم مشاهدين القسم الأخير من كلام بيروت مع النائب مع الوزير مروان أحمادي أشرت إلى ما قاله الأستاذ طلال سلمان أنه تحت عنوان الشعب لا يستطيع إسقاط النظام هو أشاد بالشباب واللي نزلوا وحكي عنهم وأهميتهم وقال هيدا النظام أقوى النظام لأنه موضوع طائفي هو اللي لقيته اختصار يعني شوف البرنامج المرحلة الحركة الوطنية متقدم أكتر من طلعي تريح حدكون وبدن حاسب وكذا عليا كان يعني عقول ومناضلين وأفكار ومحسن إبراهيم كمال جملات طبعا درج حاوي وكل كل قادة الأحزاب الوطنية الحقيقية واللي إلى جمهور كان جربوا يدقوا بالنظام ردوا النظام إلى الحرب الأهلية النظام ردوا للحرب الأهلية الطلاب اللي كانوا بنفس الساحة سنت احتكار السلاح وتخطي الجيش من جهة وهيدا نحن عاملش هدو الآن وطلعوا بأنه ما بدن يمشوا بالطرق الدستورية لتغيير النظام النظام بيتطور ما بيتغير النظام اللبناني نظام قائم على المشاركة بين فئات منيح هي فئات عايشة من مئات سنين مع بعضها ما فيك تجي تنسف له هلشي فيك تطوره نحو المستقبل فيك تبلش إلغاء بعض أمور الطائفية قالنا منلغي الطائفية بالأول بموظفي الفئة الأولى صفه كل واحد ما فيكش تغير بلانتون إذا ما بيجي بداله بلانتون صار التوقفيه لحاكم البلان التطبيق اتفاق الطائف شبه مثالي ويفتح نافذ على المستقبل نعم ده محاولة إلغاء الطائفية بدرس إلغاء نعم بس فيه ناس بيقل لك إلغاء الطائفية السياسية اللي بتفسح للمجال للطواف الأكثر عددا انت حط إيده على البلد نعم المسيحيين بدون علمني ما بدون فما نضحك كان فيه مسيحيين ومسلمين بالساحة نهار السبت صح بس النهار اللي بتوصل لإلغاء الطائفية واحد بيقل لك السياسية واحد بيقل لك العلمني وهون بيبلش الافتراق نعم يجب أن يكون هناك مشاركة مع تخفيض دوز الطائفية بالمجلس النيابي بيبلغ إلغاءه إبقاءه فقط بمجلس شيوخ مثل ما بيه ببلاد كثيرة نعم بتحط ريزارف بمجلس شيوخ للأمور الأساسية بتعلق بالأصول الأمور الشخصية والمذهبية وغيرها وبنفس الوقت تلغي كلياً من الإدارة ومن الجيش وبالكذا بس اللي عم بتظاهر بيعرف أنه لما بتلغيها يعني قائد الجيش ممكن يكون أرمني ممكن يكون شيعي وليش لا ممكن يكون درزي ليش لا بيعرف أنه حاكم مصر في لبنان مش بالضروري بيبقى ماروني وأنه مدير الأبن العام مش ضروري بيبقى شيعي وقائد قوى الأبن الداخلي مش بالضرورة بيبقى سملي يعني فيه أمور بينحكى عنا بسهولي تطبيقة تطبيقة أصعب بكتير تطبيقة بده تطوير في النفوس اليوم عنا نص الشرق الأوسط بحرب والنص التاني بالبحار عم بيجري بيهاجر نحو أوروبا حذارة من أن نوقع بنفس شغلي هذا الشي أنا يعني اللي قاله نبارح وليد بالتويتر يعني بسميه وليد نعم أي وليد أنه يا أخي كانت الشعارات محقة صح وهذا الجمهور طيب صح وأصيل ولكن حذارة درسوا بدقة لوين رايحين نعم مش مسموح تطيير الجمهورية اللبنانية لتحل محلة صيغة عالطريقة الليبية كل مدينة فيها حدن وكل واحد معه ميليشيا بكرة إذا تدبت الفوضى أنا بأكد لك أنه حتى الطواقف غير المسلحة اليوم تعمل هيك تتسلح بيجي أسلح هيك ما في أكثر من المتآمرين في المنطقة وفي العالم مستعدين يسلحوا الأطراف اللبنانية بس هون إشارة وباختصار مع الوزر أنه خليكن يا طبقة سياسية عايشين مرتحين مبسوطين سلطة ومال أنتو يا شعب خليك فقير ميت الجوع خدمتك ما بتتأمن لك أبدا 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 يعني خلينا نكفي هيك لا ما فيك تكفي هيك ما فيك تكفي هيك ما فيهم يبقوا أربع خمسة أشخاص هني يعني من تشكيل الحكومة إلى تقسيم المناقصات هني اللي بيفردوا الله ما ممكن المناقصة بدا تكون بدائرة المناقصات الحكومة بدا تكون انعكاس لتوازن صحيح في المجلس النيابي وللرأي العام ما فيها تبقى الأمور مثل ما هي خلوا يهتموا شوي بالناس لذلك بدا رئيس جمهورية نعم يكون غير منحاز يكون الحكم الحقيقي والحكم الحقيقي هو الحاكم ولو الصلاحية منى كاملة عنده مع الوزير يعني قربنا على ختام الحلقة بموضوع ما يجري في سوريا ذكرت بإطار العام فعلا لبنان بعده فيه نوع من الحماية أو تحييده لأنه بوضوع الزبداني وموضوع ما يجري بالجنوب والشمال من سوريا فيه قلق فيه خطر ما على لبنان فيه توازل معين قوة بسوريا يعني صار فيه خطوط تماس أكتر ما فيه غزوات نعم بسوريا الشي اللي بيشبه الوضع اللبناني في المرحلة التانية من الحرب الأهلية المرحلة الأولى كانت أنا بفوت عفلان بفوتوا القوات عجبال بيرجع الحزب الاشتراكي بيفوت عمناطق مسعية بيفوتوا على عكار الصائقة وكذا بينزلوا فلسطينيين على الدمور بينزلوا بيفوتوا الكتائب والقوات على الكارنتينة كانت فترة الغزوات بعدين استقرت على خطوط تماث خطوط تماث بيصير بتروح السكرة بتجي الفكرة لوين راحين ما كلنا ولاد بلد واحد نعم لذلك عم بللك أحسن شي بنحمي البلد من أي انزلاق إلى الحرب الآلية بنروح على الطاولة مرة واثنين وثلاثة والرئيس بر بيقدروا يوجهوا له خمسمائة انتقاد وفي مواد يمكن للانتقاد بس بيضل حكيم من حكماء هذا البلد بدأنا بهذا الكلام وبدأ أشكرك وأختم معك هذه الحلقة مع الوزير مرواني حميد شكرا على وجودك معنا وأيضا أشكر للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة